السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغتي أيضا أرحب الطلاب والطالبات المنضمين إلينا من فئة الصم وضعاف السمع أهلا بكم أيوال أبطال سوف نكمل اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في نص الرياض والملك الشجع أيضا يساعدني في لغة الإشارة زميلي على الأستاذ عماد الذويب لترجمة الدرس بلغة الإشارة للفئة الغالية على قلوبنا إذن نص موضوع الدرس نص الرياض والملك الشجع ومع أنشطة دائما نبدأ أيوال أبطال ببسم الله الرحمن الرحيم لكل عمل نبدأ به أيضا أذكركم بإحضار الكتاب والاستعداد وفتح الكتاب على الدرس كيف يفاصل الدرس عن طريق الفهرس تجه إلى الوحدة الثانية التي هي بعنوان من ربوع بلادي والدرس الأول الرياض والملك الشجع إذن هذه الوحدة الثانية ربوع من بلادي ننطرق أيوال أبطال ونتعرف على الأهداف التي بإذن الله بنهاية درسنا اليوم تتحقق لدينا جميعا أولا أستخرج الكلمات التي تحتوي على الظواهر الصوتية ثانيا أكمل حسب المطلوب بنهاية درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نكتسب هذه المهارات أما ماذا سنفعل الآن أيها الأبطال نركز أولا أستخرج من الناس حسب المطلوب ثانيا أكمل الجمال بكلمات تنتهي بتاء مربوطة ثالثا أكمل الجمال بكلمات تنتهي بتاء مفتوحة رابعا أكمل الجمال بكلمات تنتهي بألف على صورة الياء بهذه الصورة خامسا أكمل الجمال بكلمات مختومة بألف ممدودة بهذه الصورة إذن هذه الخمس النقاط سوف تتحقق معنى عن طريق الأنشطة بعد قراءة النص أستذكر وإياكم أيها الأبطال اللام الشمسية واللام القمرية نستذكر أولا حروف اللام الشمسية الحروف التي تأتي بعد اللام الشمسية والأبطال هذه هي كما سبق وإن استذكرناها في الدروس السابقة نقرأها بشكل سريع التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي أيضا السين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء واللام والنون هذه الحروف تأتي بعد اللام الشمسية أما بالنسبة لللام القمرية هذه هي الحروف وهي الألف والباء والجيم والحاء والخاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف والميم والها والوا وأخيرا الياء أيضا نستذكر أشكال التنوين من يذكر لنا بشكل سريع أيها الأبطال أشكال التنوين كم تنوين لدينا في اللغة العربية؟ أحسنتم ثلاث وهي تنوين أحسنتم تنوين ضم وتنوين فتح وتنوين كسر نتعرف عليها بشكل سريع مثل حديقة وبدر نلاحظ أن التنوين أسفل الحرف الأخير من كل كلمة أيضا أطفال تنوين الضم عادل تنوين الضم أعلى الحرف آخر الحرف في الكلمة أطفال وعادل أيضا تنوين الفتح في كلمة صباحا أتت في آخر الكلمة أيضا عامرة في آخر الكلمة على التا المربوطة أذكركم أيها الأبطال بأن في تنوين الفتح هناك بعض الحروف يأتي بعدها ألف تكتب ولا تنطق مع تنوين الفتح نستذكر أيضا التا المربوطة والتا المفتوحة هذه هي التا المربوطة كما هي واضحة لديكم الآن وهذه التا المفتوحة أيضا نستذكر الحرف المشدد أيها الأبطال الحرف المشدد يتكون من حرفين من نفس النوع فلدينا كلمة جنة هي عبارة النون المشددة هي عبارة عن نون ساكنة ونون متحركة وحركة النون الثانية الفتح أو الفتحة ضمت مع بعض في أحسنتم في شكل واحد وهو حرف النون ويكتب فوقها الرمز الذي تلاحظون وهو الشدة ثم الحركة بهذه الطريقة أيها الأبطال أيضا استذكر وإياكم حروف المد حروف المد الألف والوا واليا أما بالنسبة للألف في مثلا كلمة سماء يجب أن يكون الحرف الذي قبله يجب أن يكون الحرف الذي قبل الألف مفتوح أيضا في كلمة أكون بالنسبة لمد الواو يجب أن يكون هذا حرف المد الواو الحرف الذي قبل الواو أو واو المد يجب أن يكون مضموم أي حركة والضمة أخيرا المد الياء هذه هي حرف المد هذا حرف المد الياء يجب أن يكون الحرف الذي قبل حرف المد الياء أحسنتم مكسور أي حركته الكسرة مثل أخي نبدأ أيها الأبطال ونتعرف على التطبيقات التي سوف أحسنتم سوف نقوم بالإجابة عليها أولا استخرج من النص ما يأتي إذن أيها الأبطال مطلوب لدينا أن نعود إلى النص ونستخرج منها أولا أربع كلمات تبدأ بالشمسية أيضا رقم اثنين أربع كلمات تحوي مدا بالألف ثلاثة أربع كلمات تحوي مدا بالواو في هذه الحالة يجب أن أعود إلى النص يجب أن أعود إلى النص وأقرأ النص وننظر أولا الكلمات التي فيها التنوين أيضا الكلمات التي فيها مد بالألف والكلمات التي فيها مد باللياء كان معنا المطلوب الأول الشمسية اللام الشمسية نستذكرها أيها الأبطال بشكل سريع إذن أربع كلمات تبدأ بأل الشمسية ثم أربع كلمات تحوي مد بالألف أخيرا مد بالواو نبحث مد بالألف زارت نورة مع أسرتها مدينة الرياض الرياض هل فيها كلمة الرياض اللام هنا هل هي لام شمسية أم لام قمرية أحسنتم بارك الله فيكم هي لام شمسية هي لام شمسية الرياض أولا أيها الأبطال من علامات اللام الشمسية أن الحرف الذي يأتي بعده اللام يكون مشدد يكون مشدد بشكل سريع أذكركم القاعدة وفي الطريق أيضا هنا كلمة ثانية فيها اللام الشمسية قالت الأم سأحدثكم عن مؤسس مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية أحسنتم أيها الأبطال السعودية من الكلمات التي تبدأ بالشمسية أو اللام الشمسية وبطل الرياض الذي فتحها أيضا قبل أن ننتقل من هذه الفقرة لدي كلمة فيها حرف مد نقرأها بشكل سريع زارة نورة أحسنتم أيها الأبطال نورة هنا مد بالواو هنا مد بالواو كيف عرفت أن هنا مد بالواو حرف المد الواو الحرف الذي قبله أحسنتم مضموم الحرف الذي قبله مضموم بهذه الطريقة أيها الأبطال أقرأ النص كاملا أقرأ النص كاملا وأستخرج الكلمات أو أضع خط مثلا باللون الأحمر أستخدم الألوان وأضع تحت الكلمات اللام الشمسية باللون الأحمر مد الواو باللون الأزرق مد اليا باللون مثلا الأخضر ومد الألف باللون مثلا البرتقالي بهذه الطريقة معنى النص بشكل كامل سبقوا عن قرأ نائي والأبطال لا بأس أن تقوموا بعدة القراءة وتضع اجتهادك بعد أن تنتهي أنت وأنت أبناء الطلاب نناقش الإجابة سويا هذا هو النص كما هو واضح لديكم إذن نعود إلى المطلوب أربع كلمات تبدأ باللام الشمسية قبل أن نجيب أريد منكم إيقاف المقطع قراءة النص وعمل اللازم بعد أن تنتهي تعود معنا في هذا المقطع لنرى الإجابة ونتأكد من إجابتنا بارك الله فيكم إذن بعد أن نهينا قراءة النص أربع كلمات تبدأ بألة الشمسية مثل من النص الرياض الشجاع السعودية الرخاء ثانيا أربع كلمات تحوي مدا بالألف منها زارت مد بالألف أسرتها مد بالألف وضحها لكم أيها الأبطال زارت هنا الألف ألف مد هذه هي ألف المد والحرف الذي قبله مفتوح أيضا أسرتها هنا مد بالألف بنفس الطريقة حرف المد الألف والحرف الذي قبله مفتوح قالت أين حرف المد أيها الأبطال أحسنتم ألف المد هنا ما حركة الحرف الذي قبله جميل رائعين الفتحة أخيرا راية أحسنتم أيها الأبطال حرف المد أتى ثاني حرف والحرف الذي قبله أحسنتم مفتوح بارك الله فيكم إذن هذه هي الإجابة فيما يخص المد بالألف أربع كلمات تحوي مدا بالواو ننظر إلى الإجابة الجسور ربوعها سمعوا يقولوا إذن الجسور أين حرف المد الواو لماذا أحسنتم الحرف الذي قبله مضموم الحرف الذي قبله حرف المد مضموم أيضا ربوعها ربوعها هنا بارك الله فيكم حرف الواو هذا هو حرف المد ننظر إلى حركة الحرف الذي قبله نتأكد أحسنتم بارك الله فيكم بهذه الطريقة أستطيع أن أستخرج من النص أكبر قدر من الكلمات التي بها حرف المد إما مد بالألف أو مد بالواو أو مد باليا ولكن المطلوب لدينا هنا في ثلاثة مد بالواو إذن الجسور ربوعها سمعوا الواو وحرف العين هو الحرف الممدود وحركته الضمة يقول أيضا حرف الواو حرف المد والحرف الممدود هو حرف القاف وحركته الضمة ننتقل الآن إلى ثانيا طبعا أيها الأبطال بإمكانكم إيقاف المقطع وتأكد من الإجابة إذا كانت صحيحة لديكم جميل أما إذا كانت خاطئة نعود وننقل الإجابة الصحيحة بارك الله فيكم ثم نعود للمقطع ونتابع الدرس إذن ثانيا أكمل حسب المطلوب ما المطلوب؟ رقم واحد أكمل الجمل الآتية بكلمات تنتهي بتاء مربوطة أحياء الرياض فراغ وشوارعها فراغ وفيها فراغ من الجسور والأنفاق هل أكملها من إنشائي؟ أم أعود إلى النص؟ أحسنتم لأن كان أساس السؤال أستخرج من النص إذن في هذه الفقرة وهذه الجزئية سوف نقرأ إلى أن نصل إلى الإجابة الصحيحة والرياض عاصمة مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها ففيها مقر الحكم والوزارات والسفارات ويوجد فيها بنايات شاهقة أحياؤها متعددة إذن أحياؤها أحسنتم متعددة انتهت بتاء مربوطة متعددة وشوارعها أحسنتم واسعة وفيها شبكة من الجسور والأنفاق إذن وفيها شبكة من الجسور والأنفاق هذه هي الكلمات التي كانت تنقصنا في التطبيق لمل الفراغات أيها الأبطال إذن أنتقل هنا إذن أحياء الرياض أحسنتم متعددة أما شوارعها واسعة بارك الله فيكم وفيها شبكة من الجسور والأنفاق بهذه الطريقة أيها الأبطال إذن من أين أتينا بالإجابة أحسنتم من النص أيضا بارك الله فيكم أكمل الجمل الآذية بكلمات تنتهي بتاء مفتوحة تاء مفتوحة في الرياض مقر الحكم و فراغ و فراغ ويوجد فيها فراغ شاهقة نعود إلى النص وننظر أيها الأبطال هذه هي الجزئية التي تتحدث أو سوف نجد فيها الإجابة بارك الله فيكم والرياض عاصمة مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها ففيها مقر الحكم والوزارات والسفارات ويوجد فيها بنايات شاهقة أحياؤها متعددة وشوارعها واسعة وفيها شبكة من الجسور والأنفاق وفي الرياض كثير من المعانم التاريخية كحصن المصمك وآثار الدرعية التاريخية والمتحف الوطني وجبل أبي غارب وهو المكان الذي حط الملك عبد العزيز رحاله فيه ليلة فتح الرياض وقد أقيمت عليه حديقة مناخ إذن بعد أن قرأنا هذه الجزئية أستطيع الآن أن أجيب في الرياض مقر الحكم وأيضا أحسنتم الوزارات والسفارات ويوجد فيها بنايات شاهقة جميل جدا أيها الأبطال بارك الله فيكم أيضا أكمل الجمل الآتية بكلمات تنتهي بألف على صورة الياع على نمط المثال الأول هنا مضى سوف بهذه الطريقة ألف على هذه الصورة نعود إلى النص أيها الأبطال ونقرأ ثم نبحث عن أي كلمة تنتهي بألف مقصورة أو ألف على صورة الياع ثم نعود إلى الجدول ونكتب الإجابة أريد منكم يقاف المقطع قراءة النص استخراج أربع كلمات ثم تعود إلى النص ونناقش الإجابة سويا الآن أيها الأبطال بعد أن أنهلت قراءة النص وكتبتم الإجابة نرى الإجابة هنا بارك الله فيكم أولاً أولاً حتى على تعدى تمشى هذه بعض من الكلمات التي وردت هذه بعض الكلمات أيها الأبطال وبإمكانك أن تأتي بكلمات أخرى على نفس الطريقة أيضاً رابعاً أكمل ما يأتي بكلمات مختوماً بألف بألف ممدودة على هذه الصورة على نمط المثال الأول غناء غناء بنفس الطريقة أيها الأبطال نعود ونقرأ النص ونبحث عن الكلمات بارك الله فيكم قراءة بسيطة وأعتقد أنكم أصبحتم تستطيعون القراءة الصامتة بشكل أفضل بعد أن تنهو القراءة نعود إلى الدرس وننظر للإجابة أيها الأبطال إذن الصحراء خضراء الرخاء أخيراً بيضاء بهذه الطريقة بارك الله فيكم إلى هنا أيها الأبطال أكونوا وإياكم قد أنهينا قراءة النص أيضاً الإجابة على بعض الأنشطة متعلقة بالنص وسوف نكمل الأنشطة في درس قادم إذن الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر